يمكن الأسماك ناس كتير قوي ما بيحبوش يعملوها في البيت لكن إحنا من وإحنا صغارين متعودين على نوع سمك وهو سمك البلتي النيلي إحنا بنجيب توم ومعاه كمية من البقدونس وهنا بتيجي مرحلة اللمون نعملها أفضل بالعصارة ونلاقي اللمونة بعد ما بنعملها في العصارة كأنها متعصرتش على حاجة فنعصرها بأدينة تاني توابل كمية بجد مهمة قوي من الكمون لازم تبقى كتيرة تخلي مهمة قوي شوية مش كتير من الخل كده بقى معانا التدبيلة اللي هي التوم مع البقدونس مع الكمون والفلفل السود جاهزة على إنها تتحط في السمك في حاجة لو اضافت لها هتعمل ريحة هيلة وهي جسط الطيب في فرق كبير جدا بين السمك بتاع النيل والسمك بتاع المزارة بتعرفها مش من حاجة معينة فيك بالإحساس يا جماعة هي لها طريقة بس أنا ما عرفهاش لكن هي أحس نبتدي نعمل لها شقوق كده هؤ من بره عشان التدبيلة تتغلغل فيها نحط التدبيلة كده هؤ جوه الفضيع اللي ريحتها جمدة جدا لوحدها هنجيب السمكة وننزلها في الدقيق ونحاول نبقى حرسين إن الدقيق يوصل لكل حتة أهم حاجة ننفض السمكة لإن الدقيق الزيادة ده بيعمل كالكعة في الزيت جي دلوقتي دور القلي نتأكد إن هو خلاص صخن إن إحنا بنجيب شوية ماء كده هؤ نعمل كده سمعيني الصوت الحلو لأ وأهم حاجة تبعد وشك وإنت بتحط السمك عشان لو ترتش يبقى بعيد عن وشك ومحدش يقول إيه طب أنا سيدي السمك على ما يتقلي وأروح أعمل حاجة لأن السمك ده حساس جدا بيحس بالغربة مفيش سمك طازة زي اللي إنت بتصطاده يعني لو في مركب بتنزل البحر يجيلك تجري بتجزائي يقولك ده سمك طازة طيب ده فات عليه 15 يوم في تلج لكن اللي إنت بتصطاده يومها ده بجد أحلى سمك في الدنيا ده يا جماعة السمك بعد ما خلص زي ما إنتوا شايفين لكن برضو إيه التتش الأخير يوم لمونة كده هوا عصيرها سمك مقلي إنت اللي عامله في البيت وأكيد كمان طعمه هايل يعني إحنا دايماً بنقول يعني ربنا بيكرم الناس اللي بيبقوا عاملين مشاريع في يا جماعة بجد اشتروا سمك مقلي من بره من أي محل أفضل اللي أنا عامله لها موسيقى يوسف ترجمة نانسي قنقر يا جماعة دي لا تب platinum موسيقى يا جماعة